مبدئيا السلام عليكم. ثانيا دي قناة العرب. وانا احمد زكي. قارق وجه ومحل الشخصيات عن طريق اعمل فراسة. ودي سلسلة جديدة اول فيديو فيها هو الفيديو. السلسلة دي هنتكلم عن اطارات الوجوه. ايه هو اطار الوجه اصلا? اطار الوجه هو اطار الشخصية او برواز الشخصية. او اسلوب او اسلوب التفكير اللي الشخص بيتخذه كمبدئي في اتخاذ القرارات. بمعنى ايه? بمعنى ان انا بالجأ لاطار الوجه عشان افهم تقريبا ربع الشخصية كده عاوز ايه في الدنيا? بتفكر ازاي? طريقة او النهج الحياة بتاعها واخد شكل عامل ازاي? ممكن اسلوب الحياة الماضي بتاع الشخص من اطار الوجه. ممكن اسلوب حياة كتير قوي من اطار الوجه. عشان كده بنبدأ في اطار الوجه في تحليل الشخصية عن طريقة اطار الوجه المربع. واول فيديو هنتكلم عن الوجه المربع. طيب ازاي اصلا بنحدد الوجه المربع? الوجه المربع بتحدد عن طريق انك بتقيس عرض الجبهة. عرض الجبهة بتقسم هنين بالزبط من نهاية الانف. نهاية الانف بتاخد خط كده. لحد هنا كده. وتقيسه بالطول. لو لقيت الطول اكبر من العرض زي حالات كده مثلا. كده الوجه ده ما ينفعش يكون مربع. طيب لو الطول اقل من العرض او مساوي ده. كده الوجه ده يعطى المربع او شبيه للمربع. يعني جزء من الوجه المربع. طيب ايه تاني في الوجه المربع? بتلاقي الوجانات دي زي عندي كده جزء ده طالع لبرة. الجزء ده. طالع لبرة. وكمان الجزء ده برضو ما بيبقاش عليه لحم كتير. يعني تقريبا زي اللي عندي كده. زي الوجانات دي برزة وما فيش عليها لحم كتير. كمان بتلاقي الفك عريض. فك عريض ومساوي تقريبا. تقريبا مساوي العرض الجبهة. والزقن دي بتكون زقنة مربعة. يعني ما فيش مسلس زي هنا كده مثلا خط مستقيم كده مثلا. او مدور. ما فيش دوران اللي بيبقى تحت بتلاقي خط مستقيم كده. زي مسلا سلمة الحيك. هجيب لكم في الصورة ليها الوقتي. سلمة الحيك. لو جينا ناخد خط كده من هنا. قلنا من نهاية الانف هنا كده. تاخد خط تحت. كده العرض اكبر من الطول. كده الوجه ده عندي جزء من الوجه المربع. جزء مش مربع كامل. جزء. لما تيجي بقى تلاحز العظمة دي. العظمة دي. كده عندنا جزء كمان من الوجه المربع. وجينات بارزة ومعلهاش لحم كتير. زي سلمة الحيك كده. كمان هتلاقي الفك عريض. تقريبا مساوي. الجبهة. كده عندنا وجه مربع. بالنسبة تمانين في المية. طيب لو جيت تبص بقى تحت. هتلاقي جبهة مربعة. بالمنظر ده كده. دي كده وجه مربع بنسبة تسعين في المية. لما تيجي بقى تحت بقى للدقن هتلاقيها مربعة. في خط مستقيم تحت كده. وكبيرة. لها كبيرة مربعة. كده عندنا وجه مربع صريح متكامل في كل الصفات اللي انا هنتكلم فيها دي الوقت. طيب ايه بقى صفات الوجه المربع? اول حاجة في اطار الوجه المربع او صاحب اطار الوجه المربع انه بيكون شخص عملي جدا. شخص عملي يعني ايه? يعني اهم حاجة عنده شكل. اهم حاجة عنده الانجاز. شخص مجتهد جدا بيحاول يطور نفسه بطريقة رهيبة. يعني اكتر وجوه اجتهادا هو الوجه المربع. كمان الشخص ده بيكون عنده ثقة فطرية. يعني ايه ثقة فطرية? يعني ممكن يقدم على اي عمل حتى لو كان جديد عليه. يعني انا مسلا وجه يعتبر طويل. لو في عمل جديد انا مقدم عليه ببقى الان متوتر كده. لا الوجه ده لا. ثقة في نفسه فطرية ثقة عالية جدا. يخش في اي شغل وهو عارف ان هو هينجح فيه. شخص شخصية بتاعف تتعامل يعني في اي وضع. هو مش مرن. بس ما 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 تخلطوش. هو مش مرن. هو بيعرف يتعامل. بيعرف يتسرق. شخص عملي. شخص حازم. بيعرف ياخد كارات صحة. كمان هو ما بيعرفش يعترف باخطاءه. ليه ما بيعرفش يعترف باخطاءه? لانه هو واصل جدا في كاراته. واصل جدا في تفكيره. شخصية ثقة عندها عالية يعني. طب ده عايزين نقنعه نقنعه ازاي? قدم له ادلة وبراهين. قدم له ادلة وبراهين. حقائق. قل له حصل واحد اتنين تلاتة ده ممكن ما يسعدكش. قل له كذا 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 بتجيب كذا. وكذا كذا كذا بتجيب كذا. لو حطناه مع بعض هتجيب كذا. كده دي بتجيب كذا. انا بديك مثال. هو جدها يا صدق. انما ما تقول له دي بتجيب كذا من غير ما تدل ما تجيب له التفاصيل والبيانات دي والادلة دي مش هيصدقك. او ممكن يعود يسألك كتير ويعود يرخم عليك يعني. ان هو بيصدقش بسهولة. وكمان ما بيعترفش باخطاءه. ليه بقى ما بيعترفش باخطاءه كمان? لان الدقني دي بتكون كبير. يعني لو الدقني صغيرة الحتة دي هتروح من الوجه المربع. عشان دي دي انا عنده بتكون كبيرة ومربعة. الشخص ده لا يتراجع في اتخاذ قراراته. يعني لو دخل في شيء او اه اتخذ قرار واكتشف بعد كان هو غلط ممكن يفضل يكمل فيه عادي. مش هيرجع في قراره. آه كمان الشخص ده سهل الاستفزاز. يعني ايه شخص هي سهلة الاستفزاز? يعني بتعصب بسرعة. شخص مسيطر. عاوز يسيطر. عاوز يمشي الامور كلها على مزاجه. ده طبعا مسابق الفك العريض والجابعة العريضة. كمان في الجابعة العريضة بتاعة الوجه المربع دي انه شخص بيحب يتعامل مع الناس. شخصية اجتماعية. بيحب القيادة. شخصية يعني قائد جيد. مربع قائد جيد. ولكنه ما بيعرفش. ما بيعرفش يتعامل بالمشاعر. المشاعر عنده ضعيفة شوية. واهم صفة بقى اهم صفة. في الوجه المربع انه بيكون شخص ذكوري. شخص ذكوري يعني اه هرمونات الزكورة بتكون عنده عاية شوية. يعني لو راجل ما يعرفش يقعد من غير ست. افهموها انتم بقى انا مش هادر فاستراكتا منك. كمان بيكون شخص متمرد. متمرد على التمرد هنا. بيكون على حسب شكل الجابة. لو الشكل واخد الشكل المربع العادي الطبيعي. وفيه مسلس العادات والتقاليد. كده ده بيتمرد على الوضع الاجتماعي اللي هو فيه. طب لو المسلس ده مش موجود. ده بيتمرد على على الشغل. بيحب يكون ليه رأي تاني في اي حاجة هو بيشتغل فيها. بمعنى ايه? بمعنى هو دخل مكان في الشغل مسلا. ولقى المقلمة هنا الترابيزة هنا مش عارف اين. لا هو يقول لك لا ليه ما نعملش كذا 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 ويغير في شكل المكان. ده نوع من انواع التمرد. طب لو كان عنده هامة ارمالة هنا. ده على القواعد والقوانين. ده التمرد عند الوجه المربع. بشكل مختصر يعني. بس كده. ده كان اطار الوجه المربع. واول جزء في سلسلة اطارات الوجوه. لو عايزين كامل في السلسلة دي اكتبوا لي تحت في الكومنت. ولو تعرف حد عنده نفس الاطار ده اكتب لي اسمه تحت في الكومنت. وما تنساش التلايك والاشتراك وتفعل زبرا الجرس عشان يوصلها كل جديد.